وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 511 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 133 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 52 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 78 طن كما تم ضبط 708 قضايا في مجال قضايا المخابز من بينها 253 قضية خبز ناقص الوزن و213 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال الضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 23 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 230 طن